كشفت هيئة النزاه الاتحادية عن تنفيذها ثلاث عمليات في الطرق الرابطة بين محافظات صلاح الدين وكاركوك وبغدادة أسفلت عن ضبط 11 متهما يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونية وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتمكن فريقا من مكتبها من ضبط ثمانية أشخاص متلبسين بالجرم المشهودة وهم يقومون باستحصال جبايات من سيارات الحمل المارة عبر طريق الرابط بين محافظتي بغداد وكاركوك قرب قضاء أمرلي كما تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص بعمليات منفصلة يقومون بجمع الأموال من سيارات الحمل في المدخل الشرقي لمدينة تكريتا من جهة محافظة كاركوك